اشتركوا في القناة دايما وبلقاء فيه السادسة الخير الكابتن مجدي بنور الدنيا يعني نمكي كنت ابتديت تدردش معك قبل الفاصل كده ما نرجع الهواء خليني ابتتي بالسؤال الاهم العنوان الاساسي هل مازالت فرصة الاهلي قائمة في العودة والمنافسة على الالقاب سواء بطولة الدورة او بطولة الكاس ولا شايف ان الموسم ده الدنيا صعبة وعلينا ان احنا نغير من اهدافنا في يعني في الفترة اللي جاي لا هدف من ضمن الاهداف هو قراءة الحاضر والتنبؤ المستقبل التوقع اللي هنعمل فيه ايه قراءة الحاضر اللي احنا شايفينه ان احنا عندنا فيه ظروف صعبة بيمر بيها التيم والنادل اهلي تجامعت كلها مع بعض ما اعتقدش انها كلها كانت متوفرة لأي جيل من الاجيال او توفرت لأي جيل من الاجيال مع بعض انا سألتك حتى كنت بقولك هل قابلته او واجهته في ظروف مشابهة وانت بتلعب حاجة شبه بالشكل ده لأ انما سوق مستوى اه لوحده سوق مستوى لوحده غيابات اه لوحدها ضغط ومباريات اه لوحدها كان ممكن فترة انما كله مع بعضه لا انا ما افتكرش ان احنا مررنا بحاجة زي كده طبعا السباب كلها صعبة صعبة جدا ان كل كل سبب من الاسباب دي لوحده علاجه عايز وقته عايز مجهود كبير جدا فما بالك بالتلاتة انما في الاول وفي الاخر انت عندك عدد فرق النقط اللي موجودة بينك وبين المتصدرين اقل من عدد المباريات المتبقية فانت اذا لسه جوه المرعب المشكلة هنا عندنا اعتقد يعني اكتر من الجهد البدني والحمل البدني اللي موجود واللي باين ان في اصابات كل مباراة اللي لازم يبقى تحطي لها قوسين كده في عندنا الاصابات ولا الضغوط ما هي الاصابات جاية نتيجة الضغوط ولازم نخلي بالنا كويس جدا انه التيم دلوقتي مش محتاج اي جهد ولا اي مجهود بدني يعني حتى مخطة الاحمال اللي بيشتغل في الناد لا اعتقدش انه بيعمل اي حاجة يعني لا اعتقدش انه عنده اي حاجة غير انه يعمل استشفى فقط لغير لانه هو بيلعب يوم و بيرايح يوم و بيجهز يوم و بيلعب يوم ثالث فما عندوش وقت انه يعمل اي نوع من اي نوع خليني شوف حزبتك انت شخصيا المستوى يسيبك من نتائج يعني انا بكلم على مستوى على الاداء على الحالة بتاعت الفريق سوى كنت بتكسب او بتتعدل احنا اخر تلات مطشاط كسبانين مطشين ومتعدين مع المؤولين الحزبة دي او المستوى ده بالنسبة لكابتن ماجد طولبة منطقي طبيعي في الفترة اللي احنا فيها لأ في الفترة اللي احنا فيها لأ الفترة اللي احنا فيها محتاجين مكسب 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 عشان احنا عندنا نقص في العدد النقاط عن المتصدر لكن لما بوصل حالة الفرقة الكرة اللي اتعابها النادي الاهلي هل شايف انه منتهى القصوى انك تهاجم اللعيبة او تقول ان اللعيبة مسؤولة عن ده ولا شايفوا انه ده طبيعي وان اللعيبة دي معاها يعني عزرها انجاز التعبير في الكلمة في المستوى او في تراجع المستوى اللي احنا شايفينه منهم لانه نفس اللعيبة دي لما بدأت السيزن كانت فورمة تانية خالص نتائج تانية خالص اداء تاني خالص سكورات تانية خالص طيب انا هبدأ من الاخر طبعا كانت فورمة تانية وسكورارز تانية وحاجات تانية بفكرة تانية مش موجود دلوقتي مسيماني مش موجود مسيماني عمل حاجة عرف ازاي يكسب انه ما معرفش ازاي يطور ودي المشكلة كبيرة اللي في عرف ازاي يكسب بس ما عرفش ازاي يطور وهنا لازم نعرف ان المدربين او الكوتشات نوعين نوع بيعرف يكسب ويطور ونوع بيعرف يكسب بس بعرفش يطور اين توكل الكتف يعني زي ما بيقول انا بكلم عن المدربين الكبارد اي فهنا ما ينفعش ان انت تبقى في النادي الاهلي وما تطورش ما ينفعش يعني ان ما ينفعش بعد 24 شهر او 18 او 20 شهر تقريبا مدة اما اجي اشوف المستوى بتاع سين صادعين بعد 20 شهر هلقيه هو هو نفس المستوى من قبل زيه زي قبل 20 شهر طبعا فده دي مشكلة كبيرة جدا هي اللي مقابل النادي الاهلي دلوقتي انه مفيش تطور في المستوى مفيش حد نقول عليه بقى واو او طلع للليفل تالي او طلع للليفل تالي يقدر سوارش او مطلوب من سوارش انه يعمل التطور ده لازم في الوقت ده في الوقت ده مش يقدر في الوقت ده مش هيقدر مستحيل زي ما قلنا صعب جدا جدا وهو جاي بيدفع فاتورة مش بتاعته هو جاي بيحاسب على المشاريب اللي هو مشربهاش فهي دي بس هو 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 تحمل مسئولية خلاص طلع ما جيه وهو متحمل مسئولية فاذا المهم دلوقتي المهم دلوقتي ان اللعيبة كلها لازم تستوعب المسئولية او قدرة المسئولية اللي موجودة على عاطقهم لانها مش سهلة المسئولية كبيرة جدا ولعيب النادي الاهلي اللي بيشيل فانيلة النادي الاهلي لازم يبقى عارف انه من اهم صفات هذا اللعب هي نمر واحد تحمل مسئولية ونمر اتنين تحمل مسئولية نمر اتلاثة تحمل مسئولية دي يعنيSP يعني اتحمل مسئولية يعني تضحيات قدامها تضحيات كتيرة جدا جدا في الوقت الحالي اللي احنا فيه يعني لا بيت ولا صاحب ولا قريب ولا اي حاجة نمر واحد الفريق 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 ده دي نمر واحد ونمر اتنين ونمر عشرة في الوقت الحالي ما فيش فيه لصاحب ولا زي ما قلت ولا بيت كل ده لازم يكون بيعضد ويساند للتيم لشغلي في التيم لو في أي حاجة تانية هتبقى الدنيا مش مش سهلة طب نرجع ازاي كابتن ماجدي يعني لو تكلمنا كورة الاهلي بيكسب او بيخسر او بيتعادل نفس الانطباع العام عن مستوى ده الفريق في حالة تراجع في المستوى كتير وكأفراد اذا كنت بتكلم مستوى السوارش انت شايف ايه الطريقة اللي ممكن الاهلي يرجع بيها تاني يقف على رجله عشان يقدر يكمل المسم هو اختار الطريقة الاخرانية وشغال بيها وشغال بيها كويس ودي الطريقة اللي كانت تنفع نادي الاهلي من فترة طويلة حتى من قبل من حتى من قبل مشتغل مسلماني او هو تلاتة هي الطريقة اللي تنفع لتيم النادي الاهلي لانه عنده وينج باكست بتشتغل كويس هجوميا وعندهم بعض الدفاعات في الدفاع فإذا لازم أهم منهم بيشتغل بيشتغل بثلاثة خلاص موضوع متهي هو دول الوقت بيشتغل بثلاثة وبدأ حتى الأداء يبقى في بعض الماتشات يبقى في بعض الصور اللي بدان الفرنية الجيدة يكمل على دي وما يقلقش من دي واللعيبة تأخذ واجباتها وتكمل بواجباتها دي إنما المشكلة هنا في الإصابات اللي عملها كل شوية يعني الماتش اللي فات في أول ربع ساعة صلاح وعباد اثنين فالموضوع مش يعني هو إيه اللي بيحصل أريد أن نعرف إيه اللي بيحصل من وقع تعاونك مع المدربين الأجانب يعني هنسيب المصريين على جانب أنا بتهالي المصريين لغة التواصل وإدراكهم بثقافة اللعب المصري بتسهل شوية بتأثر شوية من مدة فكرة إن إحنا ناخد على بعض ونفهم بعض ويقدر المدرب أنه يقود الفريق معنويا ونفسيا قبل ما يكون فنيا وبدنيا المدربين الأجانب بتحتاج وقت قدية عشان أنت تفهم دماء المدرب والمدرب يفهم إمكانياتك عشان تقدر تفهم وتنفس تعليماته عشان تقدر يقدر يتحكم في اللاعب بتاعه أو في الفريق بتاعه من ناحية المعنويا وإحنا كنت نتكلم في الفصل حتى على أهمية فكرة الثقة اللي بيديها المدير الفني للفريق واللاعيب بتاعه هنا المترجم عليه دور كبير عليه دور الأكبر إنه يختار الألفاظ ويختار المصطلحات الصح اللي تتقال لأن أنا هنا ما بتكلمش بنفس اللغة ممكن كلمة يقولها المدرب المدرب تترجم غلط مثلا لا مش تترجم غلط بس تترجم بأضعف المعاني بتاعته تمام فدي مهمة جدا إنه المعنى اللي عايز يوصله هنا دي مشكلة وصعوبة التعامل مع الأجانب إنه بيبقى عاوز يوصل لك حاجة معينة بإكسبريشن معين ممكن المترجم يكون مش عارفه أو مش وصله في الوقت ده هنا لازم يكون في بينهم من بعض تواصل قبل الكلام اللي هيتقال علشان يعرف يوصل الفكرة اللي عاوز يقولها المدير الفني لازم توصل بأسرع وأقوى كلام مؤثر يعلم لازم يوصل بكلمات تعلم علشان ما يعودش يوصل على طول اللعيب وانس إنه اقتنع بمرة في الثانية خلاص أي حاجة تتقاله بعد كده بيعمل فده مهم التواصل مهم جدا جدا عن طريق المشكلة أنه يبقى عن طريق بترجي طيب عايز أخد رأيك في حالة المعاناة اللي بنحسها على مدارة تسعين دقيقة يعني أنت النهاردة بتلعب مع الجونة بتعاني لغاية لما بتسجل 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 الأول إحنا مسجليني هدف الأول في الجونة أعتقد في الدقيقة في البداية الجونة أولية داخل لكن مطش المقصة مثلا الجونة جيه متأخر مطش المقولين تسعين دقيقة وركلة جزاء وأكتر من كرة سبتة على حدود المنطقة وكذا فرصة جوه وكوارس تحكمية طبعا يعني مش هنعيد ونزيد فيها لكن في نهاية انت بتعاني على الرغم في اللحظة اللي بيكلم حاجة فيها دي الأهلي هو الأقوى أقوى خط هجوم أو أكتر فريق يسجل عدد من الأهداف في مسابقة الدول ليه المعاناة دي حصل أو ايه أسبابها وإيه الحلول من وجهة نظر كابتن نجد أسباب ضعف التهديف في الفترة الأخرانية ومش ضعف التهديف بس لا قلة الفرص كمان ضعف الفرص لأن احنا عندنا مشكلة في أن فرصنا كمان نسجلناش في بيرامات ونسجلناش في المقاولين ونسجلناش في لا زمالك سجلنا في هدف لكن في أيام آخر خمس ماتشاط كل ده من ضعف الفرص اللي بنوصل بها للجول فيه ماتشات يعني إحنا لما بنجي نتكلم على الماتشات بتاعة المستوى التاني اللي بنقابلها اللي بيعمل باركينج في الديفينس ده بيعمل بيعملك مشكلة اللي هو بيوقف بيوقف التين كله قدامة 18 فده بيعمل لك مشكلة اللي بيخنق لك المساحات فهنا بتطلب متطالبات تانية لازم يكون عندك حلول فردية أكتر وجهة نظر أنا الشخصية ده دايما المداربين يقول لك الحال الأمسل لفك الزون اللي على المنطقة ده هو التزديد أو اللعبة من على الاطراف والجناب والفلانك اللي هي الكروسات كرة العرضية أنا وجهة نظري مش كده أنا وجهة نظري مش كده وجهة نظري إن الحلول الفردية في الجارب الكورة والمروغة ودخول المنطقة الخطر فردي هو ده أهم شيء ليه لأن المساحات أصلا ديقة فإنت وانس أن أنت تتخلص من حد في المساحات الدايقة دية ده معناها أن أنت بتعمل نوع من أنواع الإرباك للمنافس في فك المساحات دية والدليل على كده في أحد الماتشات الأخرانية تقريبا كان ماتش جونا برضو لا عبدالقادر لا ما كانش لينا احنا ما كانش الأهلي كان ماتش أخر ماتش كان لجونا مش فاكر كان مع مين وكان الحل كان حل فردي من الزون اللي بتعمل حل فردي دخل جوة 18 ورقص الباك جاي الباك التالي بخش معه عمل جاب جول وفتح الماتش احنا في ماتش الجونا برضو قبل الهدف الأولاني بتاعنا أحمد عبدالقادر عمل واحدة من ناحة شمال كده وراح وسجل وبغسكرة حسبت مين حلوء مين من وجهة نظرك الأوراق في الأهلي اللي عندها الحل ده هنرجع هنا كده هنتكلم والناس هتزعلوا هتبقى عندنا مشكلة عندنا عندنا مشكلة في القصة دي عندنا مشكلة عندنا مشكلة في الوان تو وان ده عندنا عندنا مشكلة دي لأنه أجنحة بمعنى كلمة أجنحة في النادي الأهلي أنا شايف أنها عندنا نقص فيها عندنا نقص فيها لأنه الجناح هنا نتكلم على أنه حل من الحلول المهمة جدا في أي تيم في الدنيا في كل أنواع الكرة الأديمة الجديدة الحديثة لأن الجناح هنا مهمته أنه يوصل للمناطق الخطر ويسجل أو يسطر وحسن التصرف في المراوغة أو التزديد أو الأسست للعيبة اللي معاه دي عندنا فيها أنا أعتقد أنه عندنا فيها مشكلة كبيرة لازم دي من أهم الأولويات اللي لازم تبقى موجودة في التيم في الموسم الجديد ده أهم نقطة لأن الجناحين هم اللي بيطيروا الطير الجناحين هم اللي بيطيروا الطير مين تراهن عليه في الأهلي حتى في سكواد الأهلي مين شايف أنه الموسم اللي جاي أنا شايف أن عبدالقادر عنده قدرات مهمة جدا وعالية الخطرة الأخيرة عنده سوق توفيق إنما محتاج عنده بعض النواقص لازم يعرف كده كويس جدا وهو كلاعيب لازم يشتغل عليها لوحده قبل أي حد تاني يعني إحنا ما اتطورناش كلاعيبة تجربتي شخصية مش المدربين اللي أنا اشتعلت معهم بس هما اللي اللي طوروني لا خالص جزء المدربين كانوا جزء وجزء مهم إنما الجزء الأهم كان عندنا كمجدي اللي تتمنى تشوفه فيه ناس كتير شايفة عبدالقادر يعني مش لبس مش لأهلي بس للكرة في مصر عموما لو قدر يتطور الحاجات اللي حالك هتتكلم علىها دلوقتي ممكن يبقى أهم وأفضل جناح موجود في مصر في السنين اللي جاية أنا عايز عبدالقادر يهتم كويس بالرؤية المحيطية اللي حواليه يهتم كويس جدا بالباس يعني عبدالقادر بيفوت كويس جدا سرعته والاكسلاريشن بتاعه التسارع بتاعه بالكورة ممتاز الدخول في المناطق الخطر بشكل إيجابي ممتاز إنما عنده مشكلة في الرؤية المحيطية بتاعته القريبة كمان مش البعيدة وعنده مشكلة في الاهتمام بتاع الباس الفينيش بتاعه لازم يهتم بي دول الحاجات دي وخلي بقى لك حاجات دي عادية جدا تبقى موجودة في لعيب زي عبدالقادر في السن ده في الوقت ده ده طبيعي جدا ما زو إلا كان زمانه بلعب في منشستر نايتد فهو الحاجات دي تتعدل وتتضبط هيطور أكتر وهيزيد أكتر وهيرفق مع التيم أكتر طيب أكلمك على المشوار الفضل شايفه ازاي بالنسبة للأهلي بداية من مباراة فاركو عندنا بعد كده لسه اسماعيلي عندنا اتحاد عندنا مصري عندنا سراميكا شايف مطشط الأهلي الفضله ازاي وقدرته على إنه يحسن النتيجة لصالحه في المباراة دي بداية من فاركو يوم الأربع اللي جاي نقدر لا أكيد نقدر لا أكيد نقدر ظل الظروف والمقدمات لأنه ده النادي الأهلي خلي بالك أي تيم بيلعب مع النادي الأهلي المدرب بتاعه بيقوله أول حاجة بيقوله بيقوله ما ترهنش على الحال اللي موجود فيها النادي الأهلي يعني ما تنزلش مراهن على إن النادي الأهلي مستقب وطرع ما ترهنش على دي ليه لأنك ممكن وانت جوه الملعب تلاقي حاجة تانية خالص وده حقيقي لعبة النادي الأهلي والنادي الأهلي دايما فيه حاجة بتشدك فيه حاجة بتجرك فيه حاجة بتطلع الشرار من عينيك وانت شغال فيه حاجة بتخليك ما ينفعش ما بتبقاش راضي عن الوضع اللي انت موجود فيه لعب النادي الأهلي دايما في مركز وفي مكانة عالية إن المكانة دي بالنسبة له تقل أو تتهز قدام الناس أو في عيون الناس اللي حواليه ما بيحبش كده بيبقى أمر مش محبوب بالنسبة له هو عايز عايز يسترجع للمكانة دي فعن طريق ده بيحاول يبزل كل المجهود نتيجة ماتش النهاردة ممكن تأثر في الحالة المعنوية وفي الدوافع عند لعبة النادي الأهلي في الماتشاط اللي جاية ولا علينا ان احنا ما نلتفتش في النتائج الآخرين ونركز بس يعني المدرسة فينا درسة تقولك ايه مليكش دعب بالنتائج المنافسين دي مدرسة الأهلي تركز في ماتشاطك اكسب اللي أعمل اللي عليك واسيب الباقي بره دي مدرسة الأهلي لكن في برضو مدرسة تقولك والله النهاردة نتيجة المباراة لو مثلا مثلا الزمالك خسر هيرجع الموضوع لكما كنت وبتبقى منتظر بس تعادل وحيد لنادي الزمالك في ماتشاطة المتبقية تدخل في السباق بقوة تاني فهل ممكن هل أنا كجهاز فني مثلا ممكن أعب على الحتة دي كنحية معنوية وحاول أقوم أشحن البطاليات مرة تانية قلت الكلام ده كتير والناس كلها عارفها في سنة من السنين كان الفرق 13 بنت فدخل علينا كابتن صالح كنت مكلم عن الموسم ده في أول حلقة اللي هو الأهلي جاي من بعيد كنت أنا في الطريبة والدنيا زحة فإذا حصل كابتن صالح دخل علينا للقوضة كابتن صالح ينزل ملعبا جماعة مش نزيل ملعبا كابتن صالح جاي فعادنا مستنين قبل الماتشو قبل التمرين قبل التمرين قبل التمرين فالكابتن صالح دخل علينا ومبتسم وكله تفاؤل ازيكم يا جماعة عاملين ايه نقول الحمد لله أول حاجة قالها بعد ازيكم ومصابهم عليكم احنا ناخد الدور السنة الفرق 13 بنت وبالمناسبة في الوقت ده هولمان كان عقده سنة كتجربة جدد له سنتين جدد له سنتين وانت لسه متأخر ب13 بنت جدد له سنتين وراح دخل علينا احنا عرفنا الخبر بتاع التجديد بتاع المدرب وراح دخل علينا احنا هناخد الدور هنا في رسالة بيقولها لنا تجديد المدرب ما نعودش نفكر في المدرب قاعد مش قاعد دي مهمة جدا بالنسبة للتيم واللعيب وهو شغال مع المدرب بتاعه هو مكمل معاه ولا مش مكمل معاه دي مهمة جدا تشغل تفكير اللعب طبعا طبعا وبتخليه ينصع ويتجاوب اكتر لانه ده موجود انت هتعمل كده هتعمل كده انت مش موجود وهو موجود اللي عايزوا يعملوا معاك هعملوا فنقل الثقة دي فينا قال لنا بس في شروط الشروط هي ان انت بص للماتشات بتاعتك وما لقش دعوه بماتشات حدي تاني ودي مهمة جدا برضه لانه طول ما انت بتكسب اللي حواليك قلقانين مهما كانوا هم في التومانبولك كان فرق 13 بنت والله كنت بعد قبل ماتش المقصة كنت بقول انه ماتشين المقصة والمقاولين مهمين جدا من حيث التوقيت قبل مواجهة الزمالكو بيرمتز لأهلي لما يبقى كسبان الماتشين ده القبل الاتنين ما يقابلوا بعد الاتنين هيبقوا حاسين لأهلي ضاغط فده هيصدر حالة تواطف اكيد ده مهمة جدا كان مهمة جدا وما لكش دعوب نتائج غيرك وما تشغلش نفسك يعني انا لو شغلت لو انا بركز لو درجة درجة تركيزي 70% فيش حد درجة تركيزي 100% لو درجة تركيزي 70% 80% وشلت 10% مع ده و10% مع ده طب ما انا بخسر لا انا مش عايز اركز مع احد تاني انا عايز 70% بتوعي اقدي منهم 70% ماتش فاركل جاي ايه اكتر علامات استفهام شايف على انه على مستر سوارش انه يذاكرها كويس ويجاوب عليها قبل مباراة فاركل بالنسبة لتيم فاركل بالنسبة لتيم بالنسبة للمباراة لانه قد بالك انت كمان تقريبا خط الهجوم بتاعك كله باستثناء حسام حسن مش موجود انت الماتش الاخراني فقط صلاح محسن وإحمد عبدالقادر الحلول تقريبا اللي كانت موجودة قدامك قبلهم محمد شريف قبلهم برسيتاو قبلهم حسين الشحات معهم طهر محمد طهر فانت اوراك الهجومات تقريبا تسعين في المائة منها مش موجود في ماتش فارك هنا مهم جدا في لعبة وسط الملعب اللي هيبقى متواجدين هل لعبة وسط الملعب اللي متواجدين قريبين من فورمة بتاعتهم ولا بعيد عن فورمة بتاعتهم الواجبات خلي بالك دي ممكن تبقى نقطة إيجابية للتيم لأن كل الخطر اللي بيجي دايما على أي تيم منافس أو أي تيم يحب اللعبه مش اللي موجودين قدام البوكس اللي جايين من تحت فأنت هنا هتستعمل كل لعبة وسط الملعب بتقوى المفاتيح بتاعتك اللي جاية من تحت حمدي فتحي إذا كان أليو ديانج إذا كان علي معلول جاي من وسط الملعب إذا كان هاني أو كريم أو أي حد تاني من اللي موجودين إذا كان وليد سليمان هيبقى متواجد إذا كان ميكي سوني في الفترة اللي موجود فيها ميكي سوني لو لعب في الطرف بيبقى أفضل كتير جدا ميكي سوني لعب متحرك عنده سرعات فيقدر يستغل لها في تواجده يعني أنا أتمنى أنه ما يشتغلش على الإطراف ويشتغل من قلب الملعب نهارة الدنيا كابتن مجدي ملحقناش يعني نستمتع بيك وندردش معك أكتر من كده بس شرفتنا نهارتنا ومنسعد بيك دايما في السادسة بيتك ومكانك شكرا ليك شكرا ليك وشكرا لحضراتكم على المتابعة ونتقبل بكرة إن شاء الله في نفس المعاد على شاشة الأهلي في السادسة تحياتي لكم اشتركوا في القناة